قالوا ناس بكري ما تعجبك لأيام يا راكبها غدوة هبطك وتركب اللي عاجبها دنيا صعيبة سالة مجربها ساعة زاهية وساعة يكتروا مصايبها مساء النور مساء اليسمين ان شاء الله تكونوا كامل كيما راكم مهنيين بصححتكم وبخير وعلى خير وكيما قالوا ناس بكري وكلامهم يعني يفسد على الخاطر كيما ما الفان قولكم حلوة مرحتي تعدى العمر وهذه هي يعني الطبيعة وهذه هي الدنيا الموضوع اللي حكينا فيه المرة اللي فاتت لقيت فيه تجاوب وهذا الشي كنت متأكدة منه لأنه في العلاقات الاجتماعية كان بزاف ناس يعني مشات بالفطرة وتقاسة وتكسر خاطرها ألغك يعني لفاتكم نديروا حدود هاد شي مشي دوني كين لحية اللي هو ناس تستحي من طيبة ديالها ما تقدرش تدير حدود وهاد شي جزن عليه كاملة وهدي يعني راجع البرمجة تع المحيط اللي نكونوا عايشين فيه هاد البرمجة تجي من الولدين من الجدود من المحيط لكن مليح الواحد يعرف اللي يعرف خل من اللي ما يعرفش لفاتكم نديروا حدود كساسوا بعملية البطر يعني ناس خرجوهم كاريموا من حيتنا ولا أننا نديروا لهم حدود بش يعودوا هادوك الحدود يديروا لهم اعتبار وتعاملوا معنا معاملة تأخذوا عطاء هدي هي تعطيني احترام نعطي احترام تعطيني تقدير نعطي تقدير ولاش تكنتي ما كيش احترام وتقدير وأنا الأخلاق ديالي ما تسمح ليش أني نقعد يعني نجادل فيك ونقعد في علاقة سامة ما علي إلا بالإنسحاب والناس اللي لقيت كم لبس به يعني هما جبدوا رحم ومتأسفين إذن نحب أن نقول لكم أنا يعني أنا كوموك جفوالي شوز يعني صراحة وهذا الشي اللي على بالي 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 كهذه حقيقة مطلقة على بالكم بالناس اللي لحقت أنها تقدر تجبد روحها من الضوضاء والفوضاء وعاشت تقريبا في علاقات يعني السطحية وعاشت بخاتيك ما وحدها هي ناس راقية جدا هي ناس فهمت الدنيا هي ناس ما حبتش تعيش في محيط وين فيه النفاق يعني الأخلاق اللي ما يتقبلهاش هذا الإنسان الراقي وجد بدت رحها هدي ماشي حاجة نيغاتيف أنا ببور ما أو كونتخير الناس اللي جان غيزيرفي الناس اللي معليش يجربوا يديروا علاقات توت سويت كيشوفوا بالليك سا مرش با ومراهيش في نفس يعني في نفس المستوى توت سويت يجي بدوروحهم اندوسا بلا مشاكل بلا كلام بادئ المهم هذا الموضوع هضرنا فيه المرة اللي فاتت والحمد لله لقيت تقريبا اتفاق مئة بالمئة وعليش تفقنا مئة بالمئة سباس كون ما كاش اللي ما جزش من هادة طريق الوقت تبدل سبحان الله التعقفات مختلفة ماشي كاملة الناس تقدر تتوالم مع بعضها وهاد الشي تاني كماشي دوني قلتها لكم مئة مرة الاختلاف تيانا شيء جميل يعني نتعاملوا باللاتي لكن الناس اللي تكون في نفس الطاقة تاعنا ونفس المستوى بتتخن تعاشرون تناسبون تحبون والناس اللي مشي كيف كيف نقاردي ومعهم علاقة يعني محترمة وشامي شامي والبغدادي بغدادي هذه هي يا جاري انت في صباح الخير يا جاري انت في دارك وانا في داري يعني كلام بسيط جدا والحمد لله يعني القطر يقل قلوبكم هادو انا بالنسبة لي هاد الكلام من الحلول العملية كاين تاني كل يوم رح نعاون بزف انا على بل الكلام اللي حنقوله دك رح يعاون بزف فيكم الناس اللي را يتعاني من العلاقات العلاقات المضطربة العلاقات اللي فيها مشاكل العلاقات اللي خلات خلاتكم تدبالوا وانا جوزي ماجينكم دي فلور اخلاص يعني ديفيتاليزي كنتو ايبانوي وباك وليتو ديفيتاليزي يعني خلاص دبلتو علاقة هاديك المرأة ولا هادا كراجلهم غير يدبالوا يدبالوا باك يدخلوا في اكتئاب ويكرهوا الدنيا ويقولوا النظرة ديالهم سلبية لكل حاجة الوغة عندي واحدة تدبير واحدة الفكرة مديتها في البدايات تعالقانات تاعي الناس اللي تعرفت عليها غسامة نحب نقولكم باللي كانت عندي واحدة الحصة سنوات كنت مسميتها من القلب وان شاء الله الى القلب كنت نقصر دائما الناس اللي تقول لي ماشي دومان تاعك نقول ونعاود انا راني نشارك معكم تجارب فقط انتخسر نبخنى پا مال يعني هاد القاعدات اللي نقعدهم الحمد لله راني نقول كلام طيب ما رانيش نقول حاجة اللي قادرة ديالي موفيز اغيانتاسو الحمد لله يخي هكذا قلت لكم نعطيكم واحدة الحل كي تشوفوا تشنج وتشوفوا كساس واشوفوا هاد القاعدة تنطبق على الازامي الاحباب الجورة النسبة الزواج ممع لازنفان هادي تدبيرا من اروع التدابير اللي تخليكم تدو قرارات يعني قرارات صائبة قرارات سيبلي يعني تطيحوا سويسوى في الحل المناسب لازم نتقنوا فن الانسحاب وش معنى فن الانسحاب هذا اللي تغم ديالي يعني نحاول انني الافكار ديالي نبسطها لكم بكلام ان شاء الله نطح فيه سويسوى يخي هكذا على بركم بالليك في اي علاقة سسوى مع الزوج ممع الوالدين مع الدرية دفع يعني تل ما نقعدوا كيف كيف ونعشروا بعض هنا ك يصراوا بيناتنا مشاكل هادا هو من الحد دنيا كي ممان فان قولكم أبخي كي صرا مشكل ديفوة ماشي ديفوة بزاف ناس اللي بهذاك الزعاف وذك الضغط وهذاك الملل هادا كيدو قرارات عشوائية لأبخي وقت يعودو يندموا عليها تقولك لك غير ما ديش هاداك القرار لك غير ما ديرش هكذا لك غير ما قلش هاداك الكلام وما كاش فينا لي ما صارتلوش ألو الواحد كي شوف الحالة تشنجت بزاف يعني المشكل الحق للذروة ديالو الواحدوش يدير ينسحب كي ما مرة عايشة شحال تلت سنين واربع سنين وسبع سنين مع ذاك الراجل وقاعدين صباح العشي يوم ما فيو وش بعضاهم عبخي يبدو ليفو بخوبلا ما دوك ليفو بخوبلا يدونه ليفو بخوبلا يكونوا كبر اللغمين داك نديرو بوز نديرو ستوب نحبسو الحالة بوغا ماما ولا كاين يعني مجال انه واحد من الطرفين يروح يروح ينسحب بش يعطي نفسه فرصة يشوف ميو تكون عندو نظرة واضحة نعطيكم مثال بش نقرر بلكم الفكرة على بلكم ليكون في التيران زيما بار اكزامل فوتبول ليكون يلعب داخل في التيران ماشي كي ما ليكون متفرج خارج اللعبة النظرة جامعة هتكون كيف كيف ليكون داخل العبارة هوليك في هذيك الطاقة في هذك يعني من دامج مع هذك المشكل ولا مع هذك يعني لكن اللي يكون قاعد زان مريح يشوف خير الوغ انا وش ننصح دايغ زمان نشفة قلتلكم بيتو المشكل ديلكم في حجركم على الاقل على الاقل 48 ساعة سمانة شهر شهرين ست شهور بش ما تدوش قرارات لي تندموا لها مهما كان القرار هذك احنا ما حش ندخلو في هات التفاصيل المهم عندي انه باريكزنبل انتي شفتي سولوك معين في ولدك ولا بنتك وتحيرتي ولا بركبليك الولد ولا هذك يعني هذك البنيتة رو في طريق اللي راح أضره هو دابو ألغ الواحد يدير 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 يعطي روحه فرصة انه يتكالم ويخلي شتو هذك لكوكوت مينوت يخي دايما كنت نقول لكم ومن اللي فتحت القناة وانا نهضر نقول لكم لكوكوت مينوت اللي هي طنجرة الضغط مشي تطفو من وتحلو صفارة من فوغيس كي انه هذك لابابغ تحرقكم بتدخذي كل مرقة تخرج من هذك صفارة وتولي تطرش والله صدقوني راني نحس بالليك هذ المثال البسيط يتقارب مع الفكرة اللي حبيت نمدها لكم توجو لكوكوت مينوت تنطفي وعليها نحول هذا بغ النار ونخلوها تتكالم تهدى تخرج بالعقل كما ما نفع نقول لكم بالمهل تنزل الرحمة سبحان الله يخرج منها لابابغ ونحلوها ونقاول مكلة دينا مجمرة وبنينة الله الله سلام مشوز كينا لي تقول لي دركانة يا معراجلي وراني في المشاكل وديمن كينا طاقة سلبية بيناتهم على أدفه الأمور العياط الصوت الدموع الغضب تقول لنا ما عندي شوين انا روح الظروف دينا ما تسمحش هو ما عندي وين يروح وانا ما عندي وين يروح الانسحاب الانسحاب هي يكون بالجسد يعني انتي انتي بيديك ورجليك بأفكارك بعقليتك تجب دي روحك ولا هو يجب دي روحه لكن اللي ما قدرتش تجبد يعني تنسحب شوية بأفكارها قادرة نعيش معك في دار وحدة وأنا ما نعيش معك أنا بريش ولا فهمت وهذا المقصد ولا لا لا قادرة نكون أنا معاك الجسم ديلي معاك لكن عقلي ما راهوش معاك هذا نوع من أنواع الانسحاب اللي نحقو به الهدوء والاستقرار النفسي الاستقرار وماذا ما لقيتلوش الحل دوركا وهذا المشكلة راهو واجعني وعندي غضب أوليو الواحد دي نود يحل مشاكل ديالو بتتخذ طريقة اللي راح تزيد الطين بالله ولا بتتخذ يقول كلام ولا يتخذ قرارات ما ديك اللي يعني الدم يكون سخون وبعاك هذوك القرارات يعني بالوقت نشوفوا باللي كدهنا قرارات خاطئة قالوا إيهو ميو إيهو ميو الواحد ينسحب ينسحب وغا موما وكل واحدة وشخصيتها كل واحدة ولجونة ديالها كاين لي إن باتيت سومن تعود ترجع المياه المجاريها يا ما يا ما يا منساء يعني ورجال قال لك خلاص هاد المرأ ولهذا الرجل انبوسيب نزيد نعيشوا معاهم وداروا الانفصال وراحوا في جرتهم ساكن دراري أبخي بالوقت الواحدة كاكا وكبر وجه الوعي وعرف بلك فقد إنسانة يعني ويتم ولاده وشتت أسرة ألوك المشكل ما كانش أسيغغاف كسا إن شاء الله يعني والله مني حاب نطول بزاف للك كلام لكن والله أعلم والله أعلم أقول لك لحقتكم المعلومة على بلك والله كين جبدوا رحنا ونحاولوا إننا نريح ورحنا ما نخممش ما نخممش أصلا ولم نحاولش أصلا إني نلقى إنسوليسون نخلي روحي برك النفسية ديالي تهدى جمكالم إنفو نتكالمات مك بش نحاول لأنه على بلكم كي يحبس تشنج تعال أفكار ديالنا تشنج تعال أعضاء ديالنا سبحان الله على بلكم الجسم السليم رو في العقل السليم ولأفكارنا كانت من خلطة جلطة من بوريا راي الجسم ديالنا قاعي يقول لي مشلول نولو ما نعرفو ندير والو ما نعرفو نقدم والو والأشياء اللي كنا نتقنوها نولو ما نتقنوهاش أنا متأكدة إنو كلامي يلحق إليكم ووش نقولكم ربي هنيكم ودايمن دايمن ناصحتي تقلوا ميزانكم قد ما تقلتوا الميزان قد ما يعني رح حياتكم تولي كلاغ تولي باينا واضحة وعلى بركم كي تكون أمورنا واضحة الحلول ما كاش ما أسهل ربي سبحانه مراوين ساحتة واحد لكن ماشي بالهامجية ماشي بسؤدن ماشي بالأحكام ماشي بالججمع احنا مبليين على بركم أنا يعني متاقة صغيرة ديالي لانا نطلع لها من المجتمع يعني على بركم قناتي هي عبارة على إن فنتخ اللي تخليني نشوف هاد المجتمع نلقى بزاف الأحكام لججمع يعني بزاف ناس مسوسة مريضة يعني تحافظوا على روحكم تطوروا من نفسكم من أفكاركم باش تلحقوا للساكينة ولهنا قلت لكم بلليك الدنيا ما زالها بخير وكاين لهنا وكاين السعادة والناس اللي صافية يعني دارت تنظيف نظيفها هي ناس تعيش والله لبس بها صدقوني هادي هي الزينات بالنسبة لقعداتها اليوم اللي إن شاء الله قدرت تتفيدكم أنا بالنسبة لي رأني نمد حلول عملية ماشي بلا بلا لأنه الله يبارك كي الناس تهضر في هاد المواضيع سكون عبر الناس اللي تقول لي المختصة لكن أعطوني الحلول الحلول من تجارب اللي أعطتنا نتيجة أنا ما نقدبش عليكم من زماني نحب ندي ناصحة من الناس اللي لقيتها نجحت نجحت شحن من مجال ماشي يلو كان تكون نجحت أنها تقدر تتحكي ضحكة من القلب أنها تعيش سعيدة هادوك اللي ندي من عندهم والحديث قيس